طيب تعالي نتكلم كده شوية عن شوية أمثال كده يعني تحكي لنا برضو قصتهم وبرضو هي أمثال محببة يعني من الأمثال اللي بتتكرر واللي دايما بنسمعها حوالينا اللي ما يعرفش يقول عدس مثلا اه 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 افتوا بقى برحدكم اه افتوا عادفة بس ده انت ما تبقي مثلا ايه انت في عندك مشكلة اه واحد عمالة تحكي الناس وهم عاملين انت موضوع بسيط جدا ايه انت كبرا موضوع كده ليه طبعا اللي ما يعرفش يقول عدس انت بتفقريش بتقوليها أول حاجة على لسانك تحدوتة المثل بتقول ايه بتقول انه كان فيه تاجر في يوم من الأيام قاعد في المحل بتاعه ودخل عليه حرامي خطف الفلوس طلع يجري الراجل صاحب المحل طلع يجري وراه في السوق جري 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 في وسط السوق هب الحرامي تكعبل في ايه في شوية العدس فما الناس اتلمت وبيقوموه فلاقوا انه في ايده عدس فافتكروا انه بيجري وراه كل ده عشان شوية عدس يقولوا يا راجل كل ده عشان شوية عدس اه فقال لهم طبعا هؤلاء ما يعرفش يقول عدس اه وطلعت من هنا اوكي طيب فيه امثال تانية مثلا اللي معاه قرشي بحيره يجيب حمام ويطيره اه بصي بقسة الزمان كان بيتقال ان طبقة الاغنية كانوا بيروحوا سوق الدجاجين وسوق الحمام والطيور ويشتروا طيور ويشتروا عصفير ويطلقوا صراحة وكان عندهم المفهوم بيقول انه من اطلق صراحة وصفورا دخل الجنة خلاص فكانوا بيروحوا قدام الفقر يعني انت مش لقيت اكلي ولا عارفة تعملي حاجة في السوق ومستني اما تشوفي اذا كنت هتبيعي ولا مش هتبيعي وهتجيب اكلة لولادك ولا لقيت لقى حد داخل جاي بيشتري عصفير وطيور وتفع فيها فلوس كتير ويطيرها فطلعت المقولة بتاعت اللي معايا قرشو محيارو يجيب حمام ويطيارو اللي بالقدر على فمها تطلع البيت لأمها معروفة عايز اقولك بقى ان اصل المسأل حدوتها مالهاش علاقة باستفاة ولا بالقدر هقولك هحصدلك ده الوقت بويس يا ست الموضوع بيقول ايه انه في العصر العثماني كان ممنوع ان البنات تطلع على اسطح المنازل اصلا اه فاللي تطلع تنشر الغسيل مين؟ الام مش تطلع لأم وتبقى عايزة مثلا بنتها تجيب لها حاجة من تحت فتعمل ايه؟ تكفي الادرة اللي هو طبق الغسيل الادرة انتش قلتش تكفي؟ تكفي تكفي تقلب الادرة طبق الغسيل على فمها على وشها البوز بتاع الادرة اللي بيبقى فوق ده وتخبط فالبنت تسمعها فتطلع لها فتطلع لبنت لأمها لأمها اه تمام اوكي يا ما جاب الغراب لأمه اه بتقول انه لما العلماء كانوا بيدرسوا التصرفات بتاعة الغربان لأوا ان هما بيهتموا ان هما يجمعوا حاجات ويحطوها جوة حفرة عاملينها في الشجر حفوروا مكان جوة الشجرة ويخبوا جوة حاجات يروحوا يلموا حاجات ويخبوها فالحاجة بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا بالنسبة للغربان هم عايزين يعرفوا ايه الحاجة المهمة دي فراحوا يشوفوا ايه اللي الغربان بتلموا وتحطوا في الحفرة دي فلاقوا إن الغربان بتلم أي حاجة بتعمل إنعكاس في ضوء الشمس. حل؟ فلاقوا إيه بقى؟ إيد فنجان، حتة مرأة صغيرة، أي حاجة بتنعكس في ضوء الشمس حتى لو قد كده بيخدها يقوم حاطيتها عنده. هو بالنسبة له دي حاجة مهمة لأن هي عاملة له إنعكاس. الحقيقة هي ملهاش قيمة. فبقيت بتقال على لما حد يجيب حاجة هي ملهاش قيمة. وهو شايف إنه جايب حاجة كبيرة قوي. آه، كيف بقى جايب يعني تجيب منديله. ياما جاب الغرب لهم.